الرئيس السيسي يعني بيطلع على النشاطات اللي حضرتك يا نسكرتها تماما كل محاضر الجلسات بتروح للسيد الرئيس بيوافق عليها بيكتمع بمجلس الأمناء السنة دي أدار معانا حوار رائع وتكلم عن التعليم مناقش رئيسة جمهورية فنلندا قال لهم أنتوا دولة متقدمة في التعليم تداروا تعملونا إيه وأبدأ تأثروا أنه إحنا منحاول نلوز بأكبر خمسين جمعة في العالم أولى خمسين الأولى يعني هارفورد كمبرج أوكسفورد نعمل معهم إيه نعمل معهم تؤامة مع الجماعات المصرية ما أنت محتاج لقاطرة تشدك مش عيب صحيح مش عيب أبدا أنك أنت يبقى عندك يعني تبادل الرؤى وأفكار مع جماعات متقدمة لكن هو قال أنه للأسف بعض هذه الجماعات طالب خمسين مليون دولار بداية قبل ما نتكلم فتح كلام كده آه فتح كلام فإحنا محتاجين طبعا أنه العالم يفهم أن مصر حجر زاوية وكل من يقف إلى جانب مصر ويقف إلى جانب السلام العالمي والأمن العالمي والاستقرار العالمي في رؤية الحقيقة لما بتحكي يعني لسيد الرئيس على هذه النشاطات وخصوصا مسألة أن حضرتك تجيب تلاميذ من مدارس عامة من مدارس ابتدائية من معاهد أزهرية بيكون رد فعله إيه؟ تبناها تماما وبعدين قال أنا عايز أطمنك لكل الموجودين أن المعاهد الدينية دي برضو فيها علوم دنيوية ما تفتكرونش أنهم محصورين لا عندهم رياضيات وعندهم لغة إنجليزية وعندهم حساب يعني الحقيقة كان كلامه كلام منطقي يخفف من عبء الإحساس بالتطرف الدنيا تغيرت في الحقيقة ومصر التي تحارب حرب شريفة في الخناء لضرب التطرف لابد أن تضرب التطرف فكريا وثقافيا ترجمة نانسي قنقر